بسم الله الرحمن الرحيم استكمالا للمحاضرة اللي فاتت هنتكلم برضو في الحلقة دي عن الفوم اللي بستخدمه في البلطات الهردي او الهولو بلوكس لاب بدلا من البلوكات اللي هي من الطوب الطفل فبعندنا مع السؤال الرقم 113 الاحتياطات اللي بعملها في الفوم عشان تبقى ماشية معايا مع المواصفة الفوم زي ما قلت لك انه هو مادة سريعة الاشتعال فعشان كده كان محرم انه هو يستخدم بدل البلوك وكان اكيد ممنوع لاستخدمه ما كان البلوك فطلعونا مادة انه هو طلعونا فوم مقاوم للحراية فماشي فكت المشكلة التانية ان احنا ما بنعرفش المحر فبرضو عملونا فوم طرتشت محارة من اسفل عشان تعرفت محر بعديه الفوم كسفته اللي هتجيبها هو هتجيب فوم اقال من كسفة 16 كيلو جرام على المتر مكعة الفوم الكسفة بتاعتك تبقى 16 كيلو جرام على المتر مكعة لكل متر مكعة فيه ناس بتعمل اي بتعمل طبقة من الخرصانة خفيفة اسفل اسفل البلوكات بتاعتك وبتحط فيها شبكة شرينكتج حديد عشان بعد كده لو انت مش هتستخدم سقف ساقط اللي هو السيلينج قصد سقف معلق السيلينج فتعرف تمحر الفوم ده من تحت بقى فيه طبقة من الخرصانة المسلحة تحت الخرصانة اللي انت عاملها ودنا مفضلهاش تكلفة زيادة فمش كويسة جدا فتعنا اقرأ الكلام ده كده مع بعضينا يجب عمل طبقة خفيفة من الخرصانة او وضع طبقة من الشبكة اسفل الفوم الشبكة اللي هو شبكة شبكة حديد اللي هو زي اللي احنا بنستخدمه في اله على الفواصر بتاعت المحار وذلك لتماسك اللياسة والبياض بعد الصب ويالزم التحقق من كسافة الفوم طبقا للمواصفات وغالبا الكسافة بتاعها ما بتقلش عن 16 كيلو جرام لكل متر مكاعد تمام لان بالاسواق انواح كدير لا تستفع هذه المواصفات كما يجب التأكد من مقاومتها الحريق لان بعض اشتراطات الامن والسلامة تلزم اجراء اختبارات مقاومة الحريق ده كان بالنسبة للفوم اللي بستخدمه بدل البلوك في البلاطات الهوردي او البلاطات الهولو بلوكس لها